اشتركوا في القناة واضح الصوت؟ تماما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل درات في النار ثم أما بعد أحييكم بحية الإسلام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتمه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال أفش السلام بينكم فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اليوم بمشاعة الرحمن أندردش شوية في مادة الأحياء الأحياء من أسهل المواد على الإطلاق في التحصيل أي نعم معلومات كتيرة شوية بس إن شاء الله بأمر الرحمن هتكون سهلة جدا 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 الأحياء المادة خفشة منها على الإطلاق طبعا معروف أن يجيب لأربع اختيارات الأربع اختيارات تتوهم للوهلة الأولى أن الأربعة صحة وأنا معك في الكلام ده ولكن بتبدأ بزكاة بتاخد أول اختيار وتحطه تناسق مع الموضوع وحسيت أنه مرتاح ومية مية حسيت أنه بعيد عن الموضوع بتلغي لحد ما توصل لإجابتين أو إجابة محددة ويكون عندها خطين هي تكونوا الإجابة الصحية بأمر الله سبحانه وتعالى وأنا بتكلم في مادة الأحياء هيخطر ببالك شوية أسئلة خارجة عن سياق الدرس خالص أنا ما عنديش أدنى مشكلة بعد المفاضرة ما تنتهي اسألني في أي سؤال يخص الأحياء الدين الإسلامي كله حياء ولكن العلم نقدر نقولها حياء في العلم مدام السؤال أنت محتاج أنك تعرفه بأسلوب علمي صحيح وإن شاء الله بأمر الرحمن أقدر فيتك في بعض التركات وإحنا شغالين هنركز عليها أسئلة تتخطى السبعين في المية بيكون جاية سبتة في الاختبارات بتاع كل سنة فلازم نكون مركزين كويس علم الأحياء يعني إيه كلمة علم الأحياء علم الأحياء بيدرس أو يبحث في تراكيب المخلوقات الحية أنا معي كائن حي بطة وعند وزة وعند فرخة وعند إنسان وعند أسد حيوانات يبحث في تركيب الكائنات دي تركيب بتاعها من الداخل عامل إزاي وظيفة الكائن ده إيه وظيفة التركيب اللي جوا ده إيه الكالية دي وظفتها إيه المعدة وظفتها إيه وهكذا ومستوى التنظيم فيه يعني إيه كلمة مستوى التنظيم؟ يعني نشوف عظمة ربنا سبحانه وتعالى في تخليق القائن الحي ربنا في القرآن كريم طبعا جاب مراحل للنشط فقلقنا المضغطة عظاما فكسونا العظامة لحمة ثم أنشعناه خلقا أب آه يعني أنت بتتكلم هنا إن ربنا سبحانه وتعالى الدين الإسلامي هو الدين الحق بنص الأحياء بكل حاجة من يكشف في الأحياء الدين الإسلامي هو الدين الصحيح طيب يبقى أنا عندي علم الأحياء علم بيبحث في تراكيب المخلوقات الحية ووظائفها وقدر أقول هو أصل الحية ده حية بيتكلم عن تركيب المخلوقات الحية آه وإزاي المخلوقات الحية بتتفاعل مع بعض أنا علاقتي بالشاه اتبح كيف سيعمل حد كل ده علاقة بيه بلكان الحية بتغز عليه تمام علماء الأحياء بيشتغلوا إيه بقى أو بيبحثوا في إيه قال لك علماء الأحياء هم اللي اكتشفوا العلاج بتاع كورونا كورونا ده فيروس جاي متحور تبقى جه موت زي ما موت وأخذ ناس زي ما كل طبعا أعمار بلاد الله سبحانه وتعالى ولكن علماء الأحياء بيدرسوا إيه قال لك بيدرسوا ما يسمى البحث في الأمراض مرة كورونا ده يا ترى ده عبارة عن إيه فيروس ولا بكتري آه ده فيروس طيب نوع الفيروس ده إيه فيروس ارتجاعي ولا فيروس شكله إيه في دي إيه بس ولا فيه آرن إيه بس ولا بيحتوى على الحمد النووي آرن إيه والدي إيه بحث في الأمراض يبقى أول دور بيقوم بعلماء الأحياء هو البحث في الأمراض ده كلام جميع نركز يبقى أنا عندي البحث في الأمراض ده أول حاجة أقدر أتكلم عليه تمام نقطة تانية تطور التقنيات يعني إيه دلوقتي لقدر الله حد تصاب وحصل بتري في الإيد أو القدم مش بنجيب يد صناعية وقدم صناعية بيلبسها وبيمشي بيها وبيتعامل ده أتطور في التقنية إن أنا أخدم بيها الكائن الحي أخدم بيها الإنسان ده كلام جميل طيب نروح ليه تحسين الزراعة دلوقتي لما يبقى عندي مثلا حاجة اسمها مثلا مثلا زي صدق القمح القمح اللي هو النبات بيجي عليه نقط سودة كده النقط دي عاملة زي الصدق اللي بيجي على الحديد ده مرض نعالجه إزاي علماء الأحياء اللي يقولوا يحسنوا الزراعة دلوقتي ما شاء الله بنلاقي الموس في الصيف والشتاء بنلاقي كل الفواكه اللي في الصيف بتجي في الشتاء وبتاع الشتاء بتجي في الصيف ليه عملنا تحسين زراعة شفنا الجينات اللي موجودة جوه النباتات دي وطورناها وقدرناها عفية بتتكون من إيه وبإنها بنجيبها في الصيف أو في الشتاء براحتنا طيب حماية البيئة يعني إيه حماية البيئة يعني أنا بحافظ على الكائن الحي من الانقراض كان زمان عندنا كائن حي اسمه ديناصور فين دلوقتي انقراض فيه روايتين للانقراض بيقولوا ان هو توقف عن التكاثر فجأة كده وده يعني نضر ده الاحتمال الأصوأ اللي احنا نتكلم عليه يبقى أنا عندي علماء الأحياء بيقوم بأربع أدوار رئيسيين جدا وهنا بقى لازم أتكلم عن عالم اسمه ابن البيطار ده عالم مسلم ونفتخر به طبعا عليه رحمة الله ابن البيطار قال لي في كتاب اسمه المغني في الأدوية المفردة شان لو جالي بقى في الاختبار ولا حاج ورح أقول لي مين اللي قال لي في كتاب المغني في الأدوية فأقول له ابن البيطار وكل فخر لأنه رجل مسلم طيب لما أروح لما يسمى خصائص المخلوقات الحية خصائص المخلوقات الحية أول حاجة عندي اسمها إظهار التنظيم يعني يعني الإنسان ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان هباء منثورا لا ده احنا ماشيين مجموعة مكونات الجميع وراضي يديني حاجة وحاجة يديني حاجة وحاجة يديني حاجة قصد كده مصر قصد دلوقتي لما أجا أتكلم وأقول لك أول حاجة أنت ككائن حي كإنسان بتتكون من إيه؟ من مجموعة من الأجهزة جميل الأجهزة دي بتتكون من إيه؟ بتتكون من أعضاء طيب العضو بتتكون من إيه؟ بتكون من نسيج أنسجة كون من خلايا يبقى هنا تنظيم جسم الإنسان منظم ولا مش منظم منظم خلايا اتجمعت نسيق الأنسجة اتجمعت اتدتني أعضاء عضو مثلا الفم مع البلعوم مع الأمعاء الدقيقة ثم الغريزة كل ده كون لي جهاز اسمه الجهاز الهضمي طيب جهاز هضمي مع جهاز بولي مع جهاز شعنك إخراجي مع جهاز دوراني مع جهاز عصبي في الآخر الأجهزة التي جمعت مع بعض اتدتني كائن حي يبقى دي أول حاجة من خصائص المخلوقات الحية ألا وهي إظهار التنظيم بمعنى دلوقتي لو جاب لي في الاختبار خلية وبعد كده نسيق وبعد النسيق عضو وبعد العضو هي أجهزة وبعد الأجهزة كائن حي هو هنا بتكلم في إظهار مين في إظهار التنظيم بيقول إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه في أبهى صورة دي أول حاجة اتنين التكاثر تبليم الخصائص المخلوقات حي التكاثر لأنه لو لم يتكاثر سينقرب يبقى التكاثر عملية حيوية ماله يا مصدر تهدف إلى استمرار النوع عملية حيوية بتهدف إلى استمرار النوع ده كلام جميل وكلام عشرة عشرة وكتش حاجة عملية حيوية تهدف إلى استمرار النوع تالي حاجة الاستجابة للمثيرات إنت دلوقتي جاي من المدرسة طلع من الدوام عدت تفحط بقى وطلع عينك روحت البيت جعان جداً بتفتح باب البيت شميت رحت الكبسة بقى اللي عملها ست الحبايب بقى يا السلام أول ما انت شميت كده ايه اللي حصل في جسمك؟ بدأ اللعاب ينزل في الفم اللعاب ده رد فعل لمين؟ للمثير ايه هو المثير؟ الريحة بتاع الكبسة اللي انت شميتها الأكل لما شميته يا رد فعلك انك تنزل لعاب في الفم يبقى الاستجابة للمثيرات استجيب للمثير المثير شيء حصل بسببه انا طلعت رد الفعل بتاعي يبقى المثير اي شيء يسبب رد فعل واحد زميلي بيهزر معي رح جاي مديني بالبوكس في وشي رد الفعل بتاعي اناوله بالايدي التانية في وشه هو كمان رد فعل يبقى مثير واستجابة ايه هي الاستجابة؟ رد الفعل اللي انا عملته ايه؟ ان حصل فيه لعاب من الفم عندي يبقى انا عندي الاستجابة للمثيرات مثير واستجابة المثير اي شيء هيسبب رد فعلي طب والاستجابة رد الفعل بتاعي كلام جميل جدا 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 طيب عندنا ما يسمى الاتزان الداخلي يعني ايه اتزان داخلي؟ يعني تنظيم الظروف الداخلية للفرد من اجل المحافظة على حياة بمعنى برضه احنا موجود عندنا زي ما خدنا مع مدرس الفصل في اول سنوي لما كان بيقولك ان الخلية تتكون من مجموعة من العضيات وليكن مثلا العضية اللي موجودة في الداخل لا دي حصة لايف مش مشجلة العضية اللي موجودة في الخلية وليكن مثلا اسمها الميتوكنديريا الميتوكنديريا مسؤولة عن ايه؟ عن انتاج الطاقة كمام عندي حاجة اسمها فجوة وعندي نوعين من الفجوات فيه فجوة اسمها فجوة صغيرة الحجم موجودة في الخلية الحيوانية لكن في النبات بلاقي الفجوة دي كبيرة ففيز الفجوة دي ايه مصطر المحافظة على الماء في جسم الكائن الحي داخل الخلية تحافظ على كمية الماء سبحانه الملك سبحانه الله سبحانه وتعالى لو الماء زادت اول في جسمي مدرس ولو قالت اول في جسمي مدرس ولكن اتزام داخلي عظمة الله سبحانه وتعالى انت لو شربت مية كتير جسمك مياخدش غير اللي محتاجه بس والباقي يخرج على هيئة العرق او البول دي عظمة من ربنا سبحانه وتعالى طيب عندنا ما يسمى التكيب يعني ايه التكيب بتلاحظ ان فيه نباتات موجودة في الصحراء زي السبار ممكن يقعد بالشهور ما يشرابش ويفضل عايش ليه؟ لانه اعتمد او يعتمد على نضرة المياه ربنا سبحانه وتعالى جعل التكيب اللي جواه يقدر يعيشه في هذه المنطقة شديدة الحرارة بدون ادنى مشكلة بالنسبة لهم مثال تاني على التكيب ليه لما يبص على الدب اللي موجود في المنطقة الشمالية اللي هي برد قارس عايش وزي الفل ليه؟ قالك لان موجود واحد من ضمن التكيب الفرو اللي موجود على جسمه من برة بيحافظ عليه من درجة الحرارة المنخفضة جدا عظمة الملك سبحانه وتعالى ان ما يكون موجود ايضاً ان يكون موجود ايضاً داخل جسم هذا الكائن دهون واحد جرام دهن يساوي تسعة سعر حراري يعني كيلو كالوري واحد جرام دهن واحد جرام دهن يساوي تسعة سعر حراري طب بالنسبة للبروتينات والكربوهيدرات يا مستر واحد جرام منها بيساوي اربعة سعر حراري اذا اعلى سعر حراري في البوليمرات او الجزيئات الكبيرة جسم الكائن الحي بتكون موجودة للدهون بلا منازع يبقى انا عندي خصائص من المخلوق الحي عندي وعندك وعند جميع المخلوقات ازهار التنظيم انت فعلاً منظم في تكوينك بتتكاثر بتستجيب لاي مثير عندك اتزام داخلي وبتقدر تتكيف مع البيئة المحيطة بيك الجو بقى فيه حرارة جديدة قوي تعرق ليه العرق يا مستر انت عرقتي ليه؟ عشان العرق يرطب جسم حضرتك عشان ما يرفعش درجة حرارة الجسم لان درجة حرارتك ثابتة مفترض ان هي 37 درجة سلسلة ده كلام جميل طيب نروح بعد كده ازاي العلماء بيشتغلوا لما يجيوا يكتشفوا اي حاجة جديدة في هذا الزمان او نخش المختبر او المستر بتاع الاحياء خبنا وطلعنا على اي مزرعة من المزارع بدأنا نكتشف النباتات اللي موجودة فيها زي الراجل اللي كان اسمه مندل واخترع لنا علم وهو علم الوراثة رائد علم الوراثة هو المعلم او العالم مندل طيب العلماء بيعتمدوا في الترائق العلمية بتاعتهم على عدة خطوات مش شغالين كده هباء منثورة لا 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 ده ناس عارفين هم بيعملوا ايه كويس جدا 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 عندي حاجة اسمه الملاحظة والفرضية والاستنتاج دايما كنت بقوله الطلاب في الصف لما اتكلم في الترائق العلمية دي اقول لهم ايه اقول لهم دلوقتي احنا حوالي 20 طالب في الفصل لما دخلت لقوتهم 19 قال لا ده في طالب مش موجود ده الود عمر مش موجود يا ترى اه انا عرفت انه عمر مش موجود منين اول حاجة اكتشفتها ايه عن طريق ايه الملاحظة يبقى انا عن طريق الملاحظة اكتشفت انه عمر مش موجود دي اول طريقة من طريقة العلمية الملاحظة طريقة مباشرة لجمع المعلومات اه طيب هبدأ افصلت شوية افترضات بقى والافترضات بتاعتي بتبقى جميعها قابلة للاكتبار يعني قابلة للتحقيق بمعنى اه غمر غايب النهاردة يا ترى عشان مريض ولا السيارة بنشرت منه هو جاي ولا البطارية نايمة عشان الجوه برد اه دي كلها احتمالات او كسل ينزل النهاردة من البيت ممكن يكون احتمال من الاربع احتمالات دول صحيح الاحتمالات دي بسميها فرضية انا بافترض كل افترضات دي طابلة للتحقيق طيب رد الطالف قال لي يا مستر ده هو مبارح والله كان بيشتكي ان هو يعني ايه جسمه فيها مدان كده وكان بيكح كحة مش كويسة اعتقد ان عنده برد جديد اه محمد بقى زميله لما قال لي كده اذا هنا نقدر نستنتج الاستنتاج هنا مبني على خبرة سابقة ايه هي الخبرة السابقة دي؟ الخبرة دي موجودة عند محمد لانه قال لي يا مستر ده هو مبارح كان مزكن اه يبقى استنتجنا بقى انه هو مجاش نغفل انه مريض ايه رح نستنتجنا ده منين؟ لان محمد ادانا خبرة قبل كده وقال لنا مبارح يا مستر كان عنده زكام انا دلوقتي عندي فيه العلماء بيعتمدوا على الطرق العلمية من خلال ملاحظة فرضية استنتاج طيب انا قبل ما استنتج عملتي ايه مع محمد ومع عمر عندنا سؤال من خلود بتقول ما هي الخلية الاصغر حجما والاكبر حجما حاضر مع ان قلت الاجابة في الاخر اي طالب عندي اي سؤال يكتبه في ورقة ونهاية الحصة انا قريدي بسيب عشر دقايق للاسئلة انا بعشق حاجة اسمها اسئلة الاحياء ونقعد ندردش ونتكلم حاضر يا خلود هجاوبك عشان انت او مرة تسألي بس الكل بعد كده يلتزم اصغر خلية على الاطلاق اسمها الميكو بلازمة حجمها واحد من عشرة ميكرو متر اكبر خلية على الاطلاق هي بيضة النعام بيضة النعام خلية حجمها خلودة احنا عرفنا ان عمر مريض نقدر نستنتج بها دلوقتي لما محمد قال لي المعلومة انه كان مبارح مزكم محمد كده بيديني بيانات بيديني معلومات ده مبارح كان مزكم يا مستر اذا الاستنتاج بتاعنا يا شباب ان محمد غير النهاردة لانه مريض ده كلام جميل جدا جدا طيب ده في الحياة مستر لكن لما اتكلم داخل مختبر وكون بكتشف او بشوف تجربة داخل المختبر وهشتغل عليها انا هنا بشتغل على حاجة بقى فنية وليكن مثلا عايز اعرف البكتيريا اللي موجودة عندي داخل ابباء بيتري اللي قدامي دي ملهم هل دي بكتيريا حقيقية هو في حاجة بكتيريا حقيقية مصر ولازم الطبيب اللي انت رايحها تتعالج عنده يميز بين الوعين بتوع البكتيريا عشان يقدر يخ error العلاج الصح؟ آه ده الموضوع كبير يا مستر طبعا يبقى أنا لما أحب أتكلم عن ما أعمل تجربة بعمل تقصى لظاهرة تحت ظروف شديدة الانضباط ليه؟ عشان أختبر الفرضية اللي عندي الفرضية اللي عندي بتقول أنا هجيب البكتيريا هنا وديها مثلا 2 جرام بنسيلين هروح للطبق التاني بتاع بتري أحط فيه 3 جرام آه يعني 2 جرام 3 جرام 5 جرام 10 جرام وابدأ أشوف كيف تتفاعل البكتيريا مع الاختلاف في تنوع حجم البنسيلين إن أنا عطيته لكل طبق بتري من اللي قدامي اللي فيه بكتيريا طيب وانا بشتغل بالتجربة أنا لازم أكون عارف عارف إيه؟ عارف أني يكون عندي حاجة اسمها مجموعة ضابطة يعني إيه مجموعة ضابطة؟ يعني أدخلت للوقت على الطلاب أخبرهم بصوا يا شباب زي ما عملت قبل كده في شمس الجزيرة في الدمام مدرسة الحبيبة المهم يعني جبنا زرعنا حاجة اسمها موز كيوي موز إيه؟ موز كيوي يعني إيه مصطر موز كيوي يعني عملت خلط بين الموز وبين الكيوي في الزراعة لدرجة إن بعد ما طلعنا النبات واعتنينا به شكله من بره موزة نفتح الموزة نقول بسم الله نلاقي نقصها عبارة عن موز ونقصها عبارة عن كيوي تجربة عملية عملناها في المدرسة آه طبعا أنا قبل ما روحنا الطلبة عشان ما فشانش قدامهم عملتها عندي في البيت وخدت تجربتي وطلعت على المدرسة أصبح التجربة اللي أنا عملتها دي بالنسبة للتجارب اللي هيقوم بيها الطلبة بأيديهم اسمها مجموعة ضابطة ليه؟ لأن دي مجموعة هستخدمها في المقارنة مع كل الطلاب اللي هيشتغلوا في الفصلة عندي يا شباب المجموعة الضابطة اللي أنا عملتها إن أنا زرعت في البيت عندي موز بيكيوي والتجربة بتاعت نجعت الحمد لله وبناء عليه هتبقى دي بالنسبة لكم دي التجربة الضابطة أما إيه هي المجموعة التجربية بقى؟ قال لك المجموعة دي اللي هتتعرض لتأثير المعامل المراد اكتباره اللي الطلبة هيقوموا به إنتوا اللي هتقوموا بالتجربة فكل واحد هيطلع عنده شكل مختلف من أشكال النبتة واحد ممكن ما تحصلش معه من أول مرة واحد تحصل معه من تاني مرة واحد ما يعرفش يحط النبتة على النبتة كويس ما يعرفش يقطع المكان اللي بيحصل فيه الإنبات كويس ليه؟ لسا متعلم اسمها تجارب حتى بقولك الحياة تجارب تجارب تمام طيب عندي حاجة اسمها تصميم التجربة اسمها تصميم التجربة إيه هي تصميم التجربة؟ تصميم التجربة بتعتمد على متغيرين متغير مستقل مستقل يعني في حتة الوحدة مستقل يعني العامل الذي نريد اختباره العامل المستقل هو العامل الذي نريد اختباره طيب كلام جنيل عايز تختبره في ايه مصدر؟ أقولك دلوقتي دلوقتي مثلا أنا جايلي سواء من الهند جديد تعال يا ابن تفضل ركم السيارة وعايز يعرف هو بيعرف السوق هذا لا اركب يا ابن ركب انت دلوقتي بتعمل ايه؟ بتختبره شوف يعرف سوق هذا لا يبقى هنا هو كده عامل مستقل إنما المتغير التابع شوف تيقوا شوفوا لاجه؟ تابع يعني عامل بينتج عنه التغير المستقل يعني ايه؟ التغير المستقل المتغير المستقل اللي تغير التابع هيتغير معا ليه؟ لأنه بيعتمد عليه هو يبقى المستقل عايزين نختبره تابع اللي بينتج عن المتغير المستقل هل هو فعلا بقى تعلم ولا ما تعلمش تمام طيب أولا لما أقولك وحدة النظام العالمي بتاع القياسات لسه خلوت سأليني بتقول لي يا مستقل أصغر حجم وأكبر حجم طيب أنا قلت في كلامي واحد من عشرة مايكرو متر الميكرو بلازم ميكرو متر ده وحدة القياس آه وقلت عن بيضة النعام خمستاشر سنتيمتر ده في وحدات قياس كتيرة جدا طبعا وبالتالي وحدة النظام العالمي بنختصرها بكلمة SI الوحدات العالمية الوحدات العالمية ده كلام جميل طيب المتر بقس بيه بقس بالطول ده كلام جميل الكيلو جرام بقس بيه بقس بالكتلة طيب اللتر أقولك لتر سيفن لتر مريندا لتر 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 يبقى إيه يبقى لعيز به الحجم طيب الثانية للزمن طيب آخر حاجة عندي بقى وليس آخرا ما تسمى النظرية النظرية بتقول اللي أنا توصلت لها إن لما الطالب يكون مريض ما يقدرش يقوم من الفراش وما يقدرش ييجي المدرس النظرية وخد بالك بقى النظرية تحتمل الصق وعدم الصق يعني ممكن تكون صح ممكن تكون غرب زي نظرية داروين اللي كان بيقول إنسان أصله إرد إرد من يا رجل إرد إرد لا الكلام ده طبعا ما فيش الكلام ده فتخلقنا الإنسانة في أحسن تقويم عشان كده الرجل اللي جاء جاب النعجة دولي وقال أنا خلقت نعجة وعملت خروف زؤمن بعد أسبوعين مات طبعا الرجل ده فاشل بكل ما قوتي من قوة ليه يا عم انت فاشل لأن الخط خلية حية من كائن حي يا حبيبي الله سبحانه وتعالى يخلق من عدم إذا قال للشيء كن فيكون بصة منتهي إنت يا حبيبي تفضل قول لي شوية التراب دول كن فيكون تفضل ما يقدرش ده هو جاب خلية من كائن حي من خروف جاب خلية حطها بقى في المكان زي الرحم بتاع الأم وبدأ اهتم بيها لحد ما إيه انقسمت ودخلت اللي بقى صحابت بتاعتها وبقى كائن حي وهنا قدر أقوله انت كابا تهجس انت كده ما عملتش حاجة وبالتالي النظرية تفسير لظاهرة طبيعية بناء على ملاحظات واستقصاءات اه نروح بقى للتصنيف والتسمية الثنائية بص يا أولادي أول حد اتكلم في التصنيف طبعا ده مش موجود يعني بس أنا لازم أقوله لكم موجود عندكم الكتب ولازم أقول معلومة هنا يا أولادي التحصيلي ما بيجيبش متفرعات الأمور في الأحياء لا ده بيجيب النقاط الأساسية انك تبقى ود يعني فاهم يعني ايه أحياء بتغل الموضوعات الرئيسية ما بيجيبش يعني ما بين السطور كده زي مستر أحمل في اختباراته الريخ ما دي لا بيجيب يعني الحاجات الزهرة وده اللي احنا بنتكلم فيه بفضل الله سبحانه اه وتعالى التصنيم ليه البط نحطه في مجموعة لوحده وليه الفراخ ما في وحدها ليه الإنسان في المجموعة لوحدها ليه الأرنب في المجموعة لوحده ده اسمه تصنيف يعني يعني وضع المخلوقات الحية في مجموعات وضع المخلوقات الحية في مجموعات طب ليه عشان اصنفها الكائنات ده بتطير قال لكم هنا طيور طب هل كل كائن بيطير يبقى طير هل كل طائر ليه جناحات يبقى طير لا أنا عندينا الخفاج بيطير ولكنه من الحديات ليه لأنه يرضع صغار الله شكتوا جمال التصنيف بقى ان احنا نقول لكل حاجة في مكانها الطبيعي ومكانها الصحيح طيب أرزته ده اول واحد اتكلم في التصنيف قال لك ايه قال لك احنا عندينا في التصنيف علم حيوان وعلم نبات فيه نباتات بتعيش زمن طويل ونباتات بتعيش زمن زغاية بالنسبة للحيوانات فيه حيوانات دبها حر وحيوانات دمها بالت طبعا التصنيف في التصنيف بعيد قوي 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 وخلود تلمست الجميلة دي ونزلنا الغابة وقيت لها بص بقى يا ست خلود وانت شغالها بابا هنعتمد على حاجتين مهمين جدا في التصنيف بتاعنا عايزك تركز على شكل المخلوق الحي وسلوكه بيعمل ايه السلوك بتاعه عامل ازاي شكل المخلوق الحي ده ايه عبارة عن ايه رجلين ليه ثلاثة ليه اربعة شكل عامل زي نوصف وصف دقيق فالبيك بوص بتاعنا لينوس اعتمد في تصنيف على وما ننساش الحتة دي او بقى اعتمد في تصنيف على شكل المخلوق الحي وسلوكه هي مصطرة وانا رايح تتجوز اه رايح تتجوز تشوف شكل البنت اللي امتى هتتجوز سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الصحابي اذهب لبنت فلان وكلهم نبي يقول لكم زوجوني ابنك فهو كان شكله مش حل لكن سلوكه ماشاء الله لبنت صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأب قال له يعني جيني تردد البنت قالت له ايه ويحك يا أبي اترد رسول الله ده النبي اللي مختاره عليه الصلاة والسلام يبقى احنا هنا عم لينوس بص على شكل المخلوق الحي وسلوكه وراح ايه لك تعال بقى انا يا عم الحج في مصر نزلت تحت اشتري من عند الرجل بتاع الفاكهة لقى بطيخ ولما رحت السعودية بقول له يا عم ادينا بطيخة قال لي يعني ايه بطيخ وقبت الفلبيني بطيخة يقول لي وات زمنينجو بطيخة دي آه لقيت مكتوب عليها حب حب فعرفت ان في السعودية البطيخ اسمه ايه حب حب قال لا اذا اسماء المخلوقات الحية بتختلف من مكان لمكان من دولة لدولة وده ما ينفعناش عمل حاج في علم التصنيف كده احنا منهرك بقى ليه نسألك لا 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 انا اعتمد في تصنيفي على حاجة اسمها التسمية الثنائية يعني ايه عم الحاج قال لك يعني اسم المخلوق الحي من كلمتين مش من كلمة واحدة وقال لك مش هستخدم للغة مصرية ولا سعودية ولا يابانية ولا بلبينية لا 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 انا هستخدم لغة اسمها اللغة اللاتينية لا بش معنى اللغة اللاتينية يا عم قال لك لأنها لغة العلم والعلماء لغة ايه العلم والعلماء اه ولئن ما فيش دول اصلا بتتكلم حاليا اللغة اللاتينية وبالتالي ما حدش يعرف يحر في اللغة دي يعني هنسمي البرتقان مثلا مثلا كطموتو فطموتو نروح اي مكان في العالم اسمه كده كطموتو فطموتو ما حدش يرغب يغيره ليه قال لك لانها سمي تسمية سنائية سمي الكائن الحي من كلمتين اول كلمة اسمها الجنس واول حرف فيها هيكون كابتل يعني حرف كبير والكلمة التانية اسم النوع واول حرف يكون فيها اسمول يكون فيها ايه اسمول بمعنى طب لو جالي في الاختبار يا مستر اعملها ازاي دي اقولك انا بقيت علي هيجيب لك اربع اختيارات مستر رحمد اصلا ما يعرفش يعني ايه الدب القطبي باللاتيني ولا يعني ايه المعزة البرية باللاتيني انا مش عاين من اعمال انا مش قاموس لاتيني هده عشان احفظ الاسماء دي ولكن اقدر اطلع المصطلح الصحيح ازاي اول حرف في الكلمة كابتن وبقيت الحروف كلها صمود هي دي الاجابة الصحيحة يقول لي ما اسم البرتقال الصحيح اروح ادور على اول حرف كابتن وبقيت كل الحروف صمود سواء في الجنس او في النوع هي دي الاجابة الصحيحة امش كفا بيدك وثنانك طيب دلوقتي انا بخط مائل الوضع عمر دلوقتي بقى عالم من حول مائل الامة هكتبه بخط مائل وتحت احط خط لو انا هكتب دلوقتي بايدي قلم اهو في ايدي او هكتب بايدي احط تحت الاسم العلم خط طيب في السعودية عندنا كلمة لذيذة جميلة هنسميها شطر فجن هنسميها ايه والأولاد شطر فجن وهزود قبلها كلمة فم شطر فجن ركز جدا معاه في الحتة دي بقى فم شطر فجن كلمة الجميلة بتاعتنا ده ايه اول حرف فيها حرف الفاء اول حرف فيها ايه الفاء كلمة عاوز توصل لإيه مصد فاقول لك تم فاكر فيجن اقرأ معايا كده ترتيب من الاعلى للاقل اول حرف هنا ايه ف ميم شين ط ط ر ف جيم نون مستر انا اعرفش احفظ بالتفصيل ولا اعرف احفظ ولا بص انا في المتين جام خالص مش عايزك تحفظ انا عاوز كلمة فم شطر فجن تبقى في دماغك فم شطر فجن تبقى ايه تبقى في دماغك لابا انت عاوز تعمل يا مستر فم شطر فجن ده الله يبارك في عمرك يعني اقولك تعال يا عامرحان مش انا كتبت هنا كلمة فم شطر فجن اول حرف ايه ف يعني فوق مملكة تاني حرف ايه ميم يعني مملكة لان لازم تبقى بالترتيب وشين يا مستر شعبة وطة طائفة وره رتبة وفاة فصيلة وجيم جنز ونون نوع يبقى انا جبت مستويات التصنيف من الاعلى للاقل بدون محفظ وهنا اطلع 500 سؤال يجي في الاختبار يقول لي مجموعة من الممالك يبقى هو يتكلم على مين على فوق مملكة تبلي يقول لي مجموعة من الشعب اصدع المملكة مجموعة من الاقسام اصدع الشعبة مجموعة من الطواقب اصدع القسم مجموعة من الرتب طائفة مجموعة من الفصائب الرد مجموعة من الجنس اصدع الفصيل النوع اه النوع انا وانت نوع اسمنا انسان اسمنا بني آدم أنا وإنت إنسان طيب مش أنا وإنت مجموعة متشابهة مخلوقات متشابهة بشبه بعض في الشكل والتركيب طيب قادر أنك تتجوز ولا لا؟ قادر قادر أنك لما تتجوز تجيب أطفال وتخلف ولا لا؟ أيها قادر ده تعريف النوع ده تعريف مين؟ النوع 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 مجموعة من المخلوقات الحية إنسان أنا وإنت هو متشابهين في الشكل والتركيب قادرين على التزاوج وإنتاج نزل خزب آه طيب لو فقط شرط من هذه الشروط يبقى نوع لا يعني مثلا لو التزاوج دي مش موجودة لو التزاوج مش موجودة ينفع يبقى نوع لا لما الحصان بيتكثر مع الحمار بيجبه كائن وسطي اسمه إيه؟ بغل البغل ليس نوعا من الأنواع لا يا مستف لأنه لا يستطيع التزاوج ليس خزب ده عقيم والكائن العقيم رفع عليك يا خلود كائن عقيم كائن إيه؟ كائن عقيم وبالتالي وبالتالي آسف ما قدرش ما قدرش يخلي فانو عقيم وبالتالي ما ينفعش بأنواع إذن النوع لا بد يكون متشابهين في الشكل والتركيب قادرين النوع ما يتزاوجه وينتجوا جيل قادر على التزاوج طيب عارقنا دلوقتي مستويات التصنيل عشان بيجي في الاختبار يسألني لو قال للردبة الردبة الراء أقول له مجموعة من الفصائل تم الفصيلة مجموعة من الأجناس تم الجنس مجموعة من الألواع تم النوع مجموعة من نخلقات الحياة قادرة متشابهة في الشكل والتركيب قادرة على التزاوج وينتج خزب قادر على التزاوج ده كله موجود عندي فيه التصنيف هنساها يا مصدر إن شاء الله مش هننساها تنبيه من ميسيو أحمد ده أنا لما كاتبت هنا يا أولادي فم شطر فجن ده بالنسبة للسعودية أصدقائي يا مصدر يعني كلام بتاعي مش عاجبينك يعني لا طبعا لأن عندنا أولادنا في قطر فم شطر فجن ده في السعودية تسويها تسويها فم قطر عجن إيه بقى الكلام بقى ده مصدر بالنسبة لهم تبدينك كلمة فوق بقى الثانية كده بتاعت السعودية هم شطر فجن تبقوا كلمة دي عندكم تبقوا فورقة زي ما تطلبوا بتاعتها من ورايا طيب قطر هي هي السعودية في فوق مملكة هو مملكة هنا شين هو لما أقول لك يا خلود روحي بعد إذنك على شعبة الرياضيات عند ميس أمل هاتم إنها كتاب ثانية سنة والتين متين قلت لك روح شعبة الرياضيات مش أنا ممكن أقول أشيل كلمة شعب أقول لك روح على قسم الرياضيات صحة ولا لا رافو يا خلود ممتازك يبقى أنا أقدر أقول شعبة وأقدر أقول قسم آه طائفة طائفة ردبة ردبة الفاء فصيلة ممكن أشيل الفصيلة وحط مكانها عين يعني عائلة يعني أصدر أعمل عليك حركات لك شحل والله بتيجي في الاقتبارات بتيجي والله في الاقتبارات آه دا مسترحة معني ناشي يعني إيه كلمة عائلة دي أنا مليش دعوة ما هي العائلة بتحتوي على شوية أجناس زي هي هذه الفصيل إذن شعبة تساوي قسم وفصيلة تساوي عائلة خلاص يا أولادي أتمنى إن أنا أكون بفدكم إن شاء الله بأمر الله نصوش على التصنيب الحديث إحنا قلنا أول حاجة في مستوى التصنيب كتاسمها إيه فوق مملكة وتضم مملكة البتريا بس فوق مملكة حقيقية النواع طيب دلوقتي إحنا روحنا الدمام بابا شتراننا بيتين هناك أول بيت ما شاء الله فيلا جميلة جدا بس لسه ما عليهاش صور ما عملناش صور حواليها عشان نركب عديد إضاءة والكاميرات لكن الفيلا التانية اللي في حي مثلا الروضة حواليها صور وزي الفل اللي حواليها صور أسمىها فيلا حقيقية اللي لسه ما عملتش حواليها صور أسمىها حقيقية من فهم تبقى بدائية ومن فهم تبقى حقيقية هو ما يقدرش حد فيه يفتح المايك ويرد عليها صوت بدل الكتابة وكده عشان تبقى الصورة طيب الفيلا اللي حواليها صور طيب دل أسميها حقيقية طيب اللي ما أحاوليها الصور أسميها فيلا بدائية وهنا مربط الفرز بتاعنا إن كلمة بدائية يعني العضياء اللي موجودة جوه الخلية دي ما عنهاش غشاء لا تحتوي عضياتها على غشاء فسمتها بدائية إنما اللي عليها غشاء سمتها حقيقية والخلاية الحقيقية أربعة طلائعيات فطريات ونبات وحيوات يبقى العلماء أسموا الفوق الممالك إلى تلاتة فوق مملكة البدائيات فوق مملكة البكتيريا فوق مملكة حقيقية النواء فوق مملكة البكتيريا مملكة البدائية فوق مملكة البكتيريا فوق مملكة البكتيرياء فوق مملكة البدائيات فوق مملكة حقيقية النواء بتضم أربع ممالك بثأني أعلى بش Sap achievement فم مي بذبح enroll Donald P واحدة بداية واحدة بكتيريا واربع حقيقية يبقى أنا عندي ستة كائنات بدا ست ممالك يبقى أنا عندي ست ممالك طيب هنا بدأ يتكلم عن كل مملكة لوحدها أول فوق مملكة عندي أنا وهي فوق مملكة بداية النواة فوق مملكة بداية النواة مملكة بداية النواة سمناها بداية لأن العضيات بتاعتها ليست محاطة بغشاء الفيلا محولها الصور عشان كده سمناها بداية سمناها اين بداية طيب هل بشوفها بعناية لا دي كائنات مجهارية لا ترى بالعين المجردة ما قدرش شوفها بعناية لازم تحت الميكراسكوم والعضيات ليس لها عضيات محاطة بغشاء ما أولهاش غشاء زي مين يا مصدر زي البكتيريا وزي البداية هل هذا الكلام جميل؟ طيب أنا عندي شيء يسميها بكتيريا بداية وعندي مملكة البكتيريا بقدر أسميها بكتيريا حقي طيب الخلية البكتيرية التي هي بدائية النواة تتكون من ايه؟ قال لك أول شيء تلفط نظري أن هذه هي موجودة في السيتوبلازم عايم في أي حتة في السيتوبلازم؟ عايم في السيتوبلازم إنما في الحقيقية لا، هذا موجود داخل النواة لماذا مكان معين محافظ على المادة الوراثية؟ لماذا؟ لم تسيب الموضوع كده جهجهوني كده؟ لا 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 لا، تمام؟ يبقى فيها كروموسومات فيها محفظة المحفظة دي موجودة عندكم في المنهج السعودي إن هي للحماية من الجفاف تمام؟ ولها مهمة أخرى ألا وهي التلتصق بالأسطح مثلها مثل الأهداب يبقى المنهج بتاعنا بيقول إن هي بتحميها محفظة بحط فيها فلوسها حتى لا تسرأس بتحمل خلية من الجفاف الأهداب والأصوات للحركة الأصوات تتحرك، الأهداب عشان تنتصق بجسمك وتبدأ تخش جواك وطبعا موجود جدار خلوة عشان يحافظ عليها طيب في كائنات بدائية النواة بلقيها موجودة في الفريزر بتاع التلاجي يتتغذى عن اللحمة ياه، ده المكان قارس أو يا مستر، هي محبة للبرودة يا أخي في كائنات أخرى بدائية محبة للحرارة ألاقيها موجودة في البكتيريا فوهات البكتيريا فوهات البركان في فوهات البركان نفسه فوهات البركان عيشها في السخونة دي؟ آه والله لدرجة أنها ممكن تعيش في المياه الكابريتية اللي ابتصت درجة حرارة لثمانين درجة حرارة سنسية فوهات البركان عند بعض البدائيات محبة للملوحة يا أخي في حرم عند بعض البدائيات بتاعت غاز الميثان اللي بتسموها بينكم وم بعض الريح اللي بيخرج مننا بتسموه الطاقة عندكم في السعودية هي البدائيات دي والبكتيريا هي اللي بتعمل كده بتعمل انتفاح في البطن وعدي إلى خروج الريح البدائيات المولدة لغاز الميثان دي مكون موجودة في مياه زي مياه المجاري والسبخات ليه؟ قالك هذه الكائنات تستغفل ساد أكسيد الكربون في التنفس وبتطلع جهاز الميثان على شكل مخلفات طيب مستر عندنا نوعين من البكتيريا؟ في بكتيريا بتكون كدرها بيكون سميك يعني المادة اللي موجودة في الجدر البكتيريا اسمها ببتدو جيلايكان اسمها ببتدو ايه؟ جيلايكان دي المادة اللي موجودة في البكتيريا في الجدر بتاعها طيب الدكتور لازم يقول لي يروح يقولك ايه؟ يروح يعمل تحليل في المختبر وتعلاني تروح تحليل في المختبر وتقعد نفسك وترجع له الدكتور عشر دقائق وتقريب يروح له طبعا في المستشفى الكبيرة بيروح له على الجهاز بتاعه او المدخل اسمك يظهر له التحليل طيب لو انت بقى خصائي التحليل ودكتور تحليل موجود في المختبر وانت اللي تقوم بالمهمة دي بتقول البكتيريا؟ بتحطها في صبغة اسمها صبغة جرام اسمها صبغة ايه؟ صبغة جرام آه طيب انت ليه حطيتها صبغة جرام قالك ان في صبغة جرام لو خدت لون بنفسكي يعني كرموزي هتبقى موجبة لصبغة جرام ويبقى اللي بيبتدوا جليكان بتاعها سميك اه طيب لو خدت لون وردي او زهن يبقى الجدار الخالوي بتاعها اللي بيبتدوا جليكان قليل طيب يا مصدر ليه الاطباء بيحتاجوا انهم يعرفوا البكتيريا دي موجبة ولا سالبة آه قالك البكتيريا دي بنحتاج انها نعرف هي موجبة ولا سالبة عشان نقدر ندي العلاج الصح عشان كده اكاديمياتنا الموقرة بتقولك انتبه ايه يعمل حد لازم الاطباء يعرفوا نوع الجدار الخالوي بتاع البكتيريا عشان يقدر يوصف لك العلاج المناسب لانها لو موجبة يعني كده اخدت لومبة نفسيجة او كرموزي وبالتالي الجدار الخالوي بتاعها سميك تخين فيدها العلاج المناسب عشان يدمر الجدار الخالوي بتاعها ويقضع البكتيريا اللي دخلت في بطن سعد حضراتها جديد طيب لو كانت خفيفة يبقى دي سالبة يبقى دونها قوئ وردي او ظهري وبالتالي يدك العلاج المناسب اللي هي سالبة لصبغط جرموز ده كلام جميل وكلام عشرة على عشرة طيب كيف تتكاثر بدائيات النواة البكتيريا بتتكاثر بترقطين اكتر انواع البدائيات بتنقسم بحاجة اسمها الانقسام الثناء الخليات تبقى واحدة فجأة تتقسم الى مصفين ويبقوا الاثنين شبه بعض تماما يعني مصفين يعني مثلا الخلية الوحدة 20 دقيقة تتقسم 2 كل خليتين من دول 20 دقيقة تتقسم 2 كل خليتين تتقسم 2 وكل خليتين تتقسم 2 كل 20 دقيقة معظم معظم البدايات في القسام الثنائي طيب بعضها والقليل منها بينقسم بحاجة اسمها الاقتران بشيح نقول الخلية البداية فيها اهداب فالهد بداي يطلع من هنا كده عامل زي صابع ايدك كده يلتحم معظم ويبدأوا يتبادلوا المادة الوراثية انت خذ يا عامل من عندي حتة من المادة الوراثية وهكلي حتة من المادة الوراثية اصبح كل خلية بعد التبادل خلية جديدة لان بعد ما كان فيها مثلا مثلا يعني كلها شرباط والخلية التانية كلها ورد فدي خدت منها شوية ورد ودي خدت منها شوية شرباط اصبح دي مكسب من الورد والشرباط ودي مكسب من الورد والشرباط وبالتالي اداني خليتين جداد صح ولا لا؟ يبقى هذا اسمه الاقتران طيب يا مصدر هل كل البكتيريا هل كل البكتيريا مضرة؟ لا طبعا لا طبعا أنا عندي انواع في البكتيريا مفيدة جدا 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 وليكن تعالوا نقديك حاجة موجودة في جسم حضرتك اسمها طبعا عظمة الملك سبحانه وتعالى يا الله بكتيريا اشيليشيا كولاي كلها مضرة للانسان الا النوع الوحيد اللي موجود في الامعاء عند حضرتك اشيليشيا كولاي كلها مضرة النوع الوحيد اللي موجود عندك في جسمك في الامعاء اشيليشيا كولاي بينتج فيتامين تي عشان الامعاء عندك تنتصر فبنسمي الاشيليشيا كولاي فلورة طبيعية مفيدة ولا مش مفيدة؟ مفيدة عشان أصنع شوكولاتة الشوكولاتة بتاعت حضرتك انت بتاكلها الله طعمها جميل لو مفيش بكتيريا مفيش شوكولاتة ده انا بستعدي من البكتيريا تعموا ضد ضحايا بستعدي من البكتيريا اصنعت اللبن والجبن ده انا هديك حاجة أحسن من كده أخوك الصغير الطفل الصغير بعد ما ماما تقعد تأكله مش بيكل اللبن من فادي الأم أيوة يا حبيب ومسجنا ان شاء الله اللبن الأم لما بياخده بيبقى سائل ولا متجلط؟ بيبقى سائل ما سألتش نفسك لما يجي يرجع اللبن بيرجعه متجلط ليه ومتمسك مع بعضه؟ لان في بكتيريا نفعة موجودة في الأمعاء عنده بتعمل على تجلط اللبن ولو مش موجودة الطفل هيبقى عنده اسهال 24 ساعة شوف عظمة الملك سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم عظمة طيب إيه كمان طيب النباتات بتحتاج إلى النيتروجين طيب النيتروجين يعمل حد موجود في الهواء الجوية زي ما قلت له في 3 سنة والترمن الثاني المفروض يعني؟ آه مالوة مصد أو الترمن الأول لا التاني طيب قال لك النبات محتاج النيتروجين طيب النبات هيجيب النيتروجين ازاي هو أصلا سائل وغاز في الغلاف الجو هيجيبه ازاي؟ قال لك مهو موجود بكتيريا بنسميها بكتيريا تثبيت النيتروجين وفي بعض الأحيان بنسميها بكتيريا النترطة طيب وظيفتها ايها مصطر دي؟ دي عاملة تبادل منفعة مع النبات يا نبات انا هاعد تحت عند الجزر عندك اجيب لك نيتروجين من الهواء الجوية الدهولة وانت لما تصنع غذاء تديني غذائك اه رأيك؟ نفع واستنفع ماشي؟ ماشي عامل حاجة دي اسمها ايه؟ دي عبادل منفعة وده علاقة من ضمن العلاقات تكافلية يبقى فوعد البكتيريا اسمت بها الحقول زي بكتيريا النترطة وتثبيت النيتروجين الفلورة الطبعية اللي موجودة بيسمي زي إشيريشيا كولاين كلها مضرة اللي موجودة عندي بتخش فيه اللبن ومش اللبن والشوكولات والمضادات الحيوية المضادات الحيوية زي مثلا الستريبتومايسين وعندنا نوع تاني بيسميه التتراطا سايكيلين والفانكو مايسين طبعا دي كلها أنواع من أنواع المضادات الحيوية اللي موجودة عندنا وبيحتاج إليها الإنسان طيب هل البكتيريا كلها مفيدة؟ لا طبعا عندي أمراض عندي أمراض في البكتيريا زي أمراض تنفسية لما يجي لك سعال السعال يديك السل الجامرة الخبيثة وبالتالي السل مرض بكتيري الجامرة الخبيثة مرض بكتيري السعال مرض بكتيري حاجة جاتلك في الرئة مرض بكتيري طب ممكن البكتيريا تصيب الجلد يا مصدر؟ طبعا طبعا يجي لك اسمه أحب الشباب البثور اللي بتطلع في الوجهة عند البنات دي دي كلها أمراض بكتيري نروح بعد كده على الفيروسات وعند الفيروسات هننتهي وابدأ نحل شوية أسئلة عشان ما أطولش عليكم النهار الفيروس الفيروس كائن جميل وكائن لذيذ جميل إزاي مصدر؟ آه والله هو فيه فيروس مفيد؟ للأسف لا كل الفيروسات مضرّة الفيروس عبارة عن غلاف جواه مادة وراثية شكرا بس فيه نقطة بالفيروسات دا؟ الفيروس مؤدف يعني مؤدف؟ يعني ما يسرقش شغل غيره يعني إيه؟ يعني الفيروس متخصص زي مصدر أحمد كده متخصص أحياء ما أعرف شد علوم متوسط ما أحترام للجميع ليه؟ ما أحبش الكيميون والفيزياء يا أخي تبتقدر تشرح علوم؟ أشرح وابقى أحسن مدرس في الدنيا لكن أنا من جواه مش مرتاح مش مرتاح أنا راجل بتاع أحياء أعشق أحياء أعرف أديكتاة أنت عايزه كله وبالتالي الفيروس متخصص يعني إيه؟ يعني اللي بيجيب برد ما يجيبش إيدز اللي بيجيب هربس ما يجيبش حسبة اللي بيجيب رشح ما يجيبش شلط أطفال اللي بيجيب التهاب كبد ومائي ما يجيبش سعار وبالتالي كل فيروس متخصص فلما أعرف الفيروس أقول علي إيه؟ شريط غير حي آه مستر سؤال هنا بعد إذنك هو أزاي غير حي وبيصبني وممكن يموتني لقدر الله الفيروس طالما خارج جسم العائل كلمة عائل يعني الحاجة اللي هيصبها الفيروس هيخش على النبات الفيروس هيخش على الإنسان فيصبح الإنسان هو العائل بتاعه طول ما الفيروس بره جسمي فهو متبلمر يعني إيه متبلمر؟ يعني لا حياة لمن تنادي ولا له أي شكل ولا أي منظر ولا لأي مصلحة كئن ميت متبلمر لكن عندما يدخل جسم العائل مثلا زي الإنسان يا الله بيذبح كائن فتاك يعيش تطلع له الحياة ليه يعمل حاج؟ لأنه بيستخدم الدقيق النقيل والقارن من إيه بتاع جسمي أنا لنفسه لا ما عنديش قناة على اليوتيوب تمام يا أولاد؟ وبالتالي الفيروس شريط غير حي من مادة ورافية يقع ضمن غلاف من البروتين عشان كلا من بدأت الكلمة قلت لك هو عبارة عن إيه؟ غلاف جواه مادة ورافية بس هي ده التعريف تشغل بخك بها الأحياء مش قرآن تعريفات الأحياء مش قرآن مش قرآن الدين الإجابة الصحيحة بأسلوبة كنت طبعا في التحصيلي مش سيبلك خيار لأنه كله اختياري لكن لما تيجي تكتب اكتب براحطة اتكلم عبر يا حبيبي شريط غير حي من مادة ورافية يقع ضمن غلاف من البروتين عرف الفيروس أقول له عبارة عن غلاف بروتيني بداخله مادة ورافية صح؟ كائن متبلمر خارج جسم العائل وداخل جسم العائل فهو كائن حي عبارة عن غلاف بروتيني جواه مادة ورافية شكرا طب المادة الفراصية دي ممكن تكون عبارة عن إيه ممكن تكون عبارة عن دي بي ام ايه أو ارن ايه هو فيه ايه كائن حي في ارن ايه بس ودي ايه بس اه كبه هو فيها مصطر كائن حي فيروس فيه اللي اتنين اقول لك اه بتسميه فيروسات ارتجاعية ودي بكون فيروسات فتاكة والعياذ بالله زي الإيدز مرض الإيدز اسمه فيروس ارتجاعي بنسمي علمياً فيروس نقص المناعة المكتسب شوف الكلمة نقص المناعة مكتسب يعني هو اكتسب حياته من جسم العالم اللي عايز جواه عشان كده بيجيب مرض الـ HIV اللي هو الإيدز والعياذ بالله يبقى تركيب الفيروس عبارة عن محفظة والمحفظة دي عبارة عن غلاف من البروتين بيكون دوها مادة براسية اللي هي DNA أو RNA طيب، هل هناك أمراض بتجيبها الفيروسات؟ حدث ولا حرج؟ حدث ولا حرج طيب عندي أمراض جنسية مثل الإيدز والهربس طبعاً بيجيب عن طريق الجنس العلاقة المحرمة يا أخي سبحان الله لو العلاقة حلال حد من الطرفين عنده إيدز سبحان الملك ما يتقلش للأهر ما يتقلش للأهر هناك دراسات في العلم الحديث وما زال الشرقانين عليها شفت الحال بتاع ربنا سبحان الله رأيت نبعه السلام بيقولك إيه لو واحد زن يعني فهو عليه وزري طب لو واحد تجوز وكان مع زوجته في الحلال فالنبعه قال لك إيه؟ قال لك يا رسول الله طب لو عمل حرام ياخد سيئة طب لو عمل حلال قال لك سبحان الله حتى الواحد لما يكون مع زوجته ياخد ثوارب وياخد أجر شفت عظمة ربنا سبحانه وتعالى يا الله نحمد الله على الدين الإسلامي ونحمد الله لحبنا مسلمين يبقى جنسي زي الإدزي والهربس أمراض الطفولة بتاعت الأطفال النوكاف والحصبة طبعا الأول ما يتولد بيأخده تطعيم للحصبة أمراض تنفسية زي اللي بتجينا احنا بقى الرشح والإنوانزة والبرد والحاجات دي أمراض بتسيب الجهاز العصبي زي شال الأطفال والسعار الكلب لما بيعضك السعار بتاعه ينزل مادة كده بتخش الجسم وتتمشي في الدم لما تمشي في الدم بتضرك وبالتالي بتوقع تضر الجهاز العصبي وتخليك تهاوهاو ممكن تقدل الوفاية عشان كان لازم ياخد واحد وعشرين حقنا زمان ودلوقتي بيكتفوا بربح حقنا مركزين في المستشفيات الحكومية الكبيرة جدا لأن المصري ده غالي جدا بتاع السعار بعد كده عندنا أمراض أخرى زي اللي بتيجي المغزة بالشعر المصري والحمد لله دلوقتي ما عادش عندنا التهاب الكبد لأن ما شاء الله العلاج بقى متوفر التهاب الكبد الواقي سواء كان A أو B أو C والجدري طيب ازاي بتتكاثر هذه الفيروسات؟ طبعا لما اصنف الفيروس بصنفه طبقا للمادة الوراثية الموجودة جواه بمعنى ان الفيروس لو فيه RNA طبعا للمادة الوراثية الموجودة بتتبدل بـ DNA ده بسميه فيروس ارتجاعي بسميه فيروس ارتجاعي وهو اللي بيجيب نقص المناعة المكتسب طيب ازاي بيتكاثر؟ بيتكاثر بحاجة اسمها دورة التحلل بمعنى ان بيحصل تضاعف الـ DNA أو RNA حسب الفيروس بيقوم بتوجيه جناد الفيروس لخالية العائل نفسه عشان ينتج المحافظ ويجمع فيروسات وده زي الرشح والإنفلونزا يبقى انا عندي اول دورة بتاع دورة التحلل بيكون زي الرشح والإنفلونزا انما الدورة الاندماجية وهنا بقى الـ DNA بتاع الفيروس بيندمج مع الـ DNA بتاع جسم حضرتك انت زي مرض القباء التناسلية زي مرض القباء التناسلية اخرى وليس اخرى عندنا حاجة اسمها الـ البريونات وهنا افص الاول على الفيروس الارتجاعي الاقي فيروسات مددها الوراسية RNA بدل من DNA زي فيروس نقص المناعة المكتسب اللي احنا بنسميه HIV اللي هو الـ AIDS وفيه بيندمج الفيروس الـ الـ DNA بتاع الفيروس يندمج مع الـ DNA بتاع جسمي ويحصل بلاوي وبالتالي بدل ما الـ DNA الجسمي يصنع بروتين ليه يا انا؟ لا الـ DNA بيصنع بروتين للفيروس نفسه الـ DNA بدل ما يصنع بروتين ليه يا انا كحمد لا بيصنع بروتين للفيروس فانت مهما خدت من علاج عشان ترفع عشان ترفع بس المناعة بتاعتك لكن الفيروس ليه دورة حياة ومدة معينة في جسمك هيخلصها ويتوكل على الله يخرج خارج الجسم ويقولك مع السلامة يا صديقي بيصنع بروتينية المعددة البريون ينقل المرض لدرجة ان جنون البقر هو اللي بيسببها مرض اعتلال الدماغ الاسفنجي اللي بنسميه هو اللي بيصيب الحالي العصبية ويؤدي الى انفجارها في الإنسان وبالتالي بيجيب مرض اعتلال الدماغ الاسفنجي ومرض جنون البقر وهو البريون والبريون بنقدر نسميه دقيقة بروتينية بنسميها معالية انا محتاج ان انا اسمع صوتكم في الإجرابة لان كل طالب يخليلي سؤال فمتاح انك تفتحهم مايك ودلا طيب انا هقول اسم للطالب وانتوا ايه واحدة واحدة كده جاوبوا كتابة مفيش مشكلة بسم الله نبدأ بالقاسم يلا يا قاسم السؤال الاول بسم الله درافوا عليك اي ليس من خصائص علماء الاحياء دراسة المجرات ممتاز بالله التلت نقط ده اقول له ايه يا تلت نقط والايفون كل طالب يسمي اسمه يا شباب كل طالب الله يبرك لكم يسمي اسمه التلت نقط اتفضل جواب السؤال التاني هل يبدل اصطناعية مثال على تطور التقنيات ممتاز يا عبد الله يا جميع ممتاز ممتاز كويس جدا كويس جدا احسن طب ثلت نقط اسمك هي عشان اكلمك طب الايفون بقى من ايفون تب اقول لي بس سم اسمك عشان يعرف انده لك يلا يا خلود السؤال الثالث هنا بيقول لي قام باحث احياء بدراسة الهندسة الوراثية لبعض النباتات وامكانية مقاومتها للحشرات والأمراض هذا الباحث يعمل على ها خلود تطور في النباتة اصبح النبات بيقدر يقوم الحشرات يبقى دي ايه يرافع عليك تحسين الزراعة ممتازة نروح على رضا احمد ولا مين رضا صح او الاسم غلط او ايه جواب يا بطل رد فعل المخلوق الحي رائدة رائدة رد فعل المخلوق الحي المثيرات يسمى رد فعلك استجابة ممتازة طيب ايه ايه اتش ايه دي ايه ايه اخد يعني دي ولا ايه سعد اش عارف ايه سعد ها جاوب يلا او جاوب اعتقد فليمينجي ان البنيسوليوم رفز مادة تقتل البكتيريا اعتقد هو اعتقد ها اللي اعتقاد هنا ايه فراضية 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 كواس جدا طيب اللي بعده طام باحث بمراقبة خفاش بيرقبه زي انا واخلود لما نزلنا للغابة نعم بيرقبه وبعد التفكير طويل استنتج ان الخفاش كذا كذا ملاحظة ممتاز ملاحظة 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 اتبهي احسنت يا خلود للشكل الخارجي والسلوك ممتاز كويس جدا اللي بعده في التصنيف الحديث موجود كم فوق مملكة كم فوق مملكة لا انا بقول فوق مملكة وليس مملكة نرابتز تلاتة برافو انما ستة دي اجاوب بيها ست ممالك برافو هم تلاتة طيب نظام التصنيف الحديث يقسم المخلوقات الحية الى ست ممالك والى ثلاث فوق مملكة طيب هنا بيقول اكتشف احد الباحثين مخلوق حي جديد ولاحظ ان خلاياه بدائية النواة ها الفيلا سميناها فيلا بداية ليه لان ما كانتش حولها ايه سور يبقى هنا بداية النواة ليه لان العضويات ليست ايه ورافع ليه كدام ممتاز لان خلاياه غير محاطة بغشاء رائع رائع ممتاز معظم بداييات النواة تتكاثر عن طريق انا قلت معظم قبلك ها معظم بداييات النواة ها ممتاز يا رائد احسانت ياسين عشرة على عشرة برضو التلات نقاط مش عارف اقول اسمك يا تلات نقاط ممتاز ايفول ممتاز ما تسمي اسمك هو حد يستعمل اسمه سمي اسمك شفيكي طيب افترض ان خلية بكترية من نوع سالمونيا سقطت على غزاء مكشوف وكانت الظروف مناسبة لنموها فكام عدد الخلية البكترية بعد ساعتينين خليك بزكي خليك زكي وشغل دماغك دي شوي بعد ساعتين اذا كانت تتكاثر كل عشرين دقيقة انا عندي كم عشرين دقيقة في الساعتين ستة صح نحن تريد ان نفاهمه يا ايفون حسنا عندي ستة حلوة ستة ستة وكل عشرين دقيقة اكثر مرة انا عندي اثنين اضع الستة قدامك ستة قدامك ستة قدامك بحسبهم. أول عشرين دقيقة هم قدامها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة أقليم هم. أول عشرين دقيقة كان عند اثنين. تابع العشرين التانية بقى عند اربعة. تابع العشرين التانية ثمانية ثمانية بقى ستتاش. ستتاشر اثنين وتلاتين. من هو ثلاثين واثنين وثلاثين كان؟ أربعة وستين المفروض الاختيار ده يكون أربعة وستين من ستة واربعين الاختيار ده مخطوب غلط أعدله كل ابن أدم القطاع وخير القطاعين من التوابون أربعة وستين ممتاز طعمت باللعبة؟ بالألم بالألم كنت بتكتب كده أعمل ست خطوط وكل خط عشرين دقيقة المناشين ده أدن اتنين بعد كده اتنين دوله أربعة والأربعة دوله ثمانين والثمانين دوله شتاشة وهكذا طيب اللي بعده؟ العلاقة من البكتيريا المثبتة للنيتروجين وجزور النباتات نفع وستنفع أنا هتديك بالنيتروجين وأنت تديني غزاء منباز تبادل منفعة رائع بكتيريا مهمة لبقاء الإنسان وتنتج فيتامين كي أنا قلت كل أنواع متاعتها مضرة إلا واحدة فعلا بكتيريا إشيريشيا رائع فيروس الإنفلوانزة من الفيروسات التي تكسر عن طريق عندنا نوعين من التكاسر يعمى تحلل يعمى اندماجي بس نعم الفيروس الإنفلوانزة يتكسر عن طريق الدورة إيه؟ عبدالله ورافق تحليل دورة التحلل رائع يا أولاد المادة الوراثية للفيروس تلتأم مع كروموسوم العائل يعني تندمج مع كروموسوم العائل تلتأم يعني تندمج فتسمى باق دورة اندماجية رائع ده إيه جمال جاي؟ انتم محتاجين في حاجة ما شاء الله انتم للدراسوني تحصيني ما شاء الله رائع أي من الفيروسات التالية يتكسر عن طريق الدورة الاندماجية؟ يلا يا شباب رائع عشرة على عشرة كلام ممتاز وكلام عشرة على عشرة القباء التناسلية ممتاز جداً اللي بعده طيب فيروسات فيروس نقص المناع المكتسب يصنب ضمن الفيروسات رافو ارتجاعية لأن موجود في الـ الـ طيب أي من مالي يمكن أن يصيب الخلال عصبية في الدماغ خلال عصبية في الدماغ وبيجيب جنون البقر يبقى مين؟ برافو يا خلود برافو يا رائدة برافو يا عبدالله ألا وهو الـ بريون رائع 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 بكل ما أوتيت من قوة أحسنت يا شباب ممتازين وأحييكم هذا وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل هذا موازين حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من قطى الله بقلب سليم إلا إحنا ما حلناهوش كل الأسئلة اللي ظهرت قدامنا إحنا حلناها أيوة في أسئلة طبعاً مش موجودة بس دي حصة مجانين مش عايز أستقل عليكم دلوقتي محاضرات بقى بكرة بعده إمتى الإدارة هتتواصل معاكم إلا أنا وعدتكم إن أنا في الآخر بسيب عشر دقيقة في الآخر أي سؤال في الأحياء فضل اللي عاوز تسألني يا شابت فضل كل آزان صغير الوراثة عيوني وما أسهل الوراثة يا ولدي على راسي يا أستاذ عبدالله يا جديد على راسي يا حبيب على راسي قانون من دل والله العظيم مرة سهل مرة سهل جداً 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 ودكم مسائل الدنيا عليه مكتش مشكلة عيوني من دل ده لعبتنا بفضل الله سبحانه وتعالى من دل الأول ومن دل التاني تتكلم في صفة واحدة من دل الأول ومن دل التاني بيتكلم في صفة طين لازم يديني في الجيل الأول في من دل الأولين مية في المية سائد والجيل التاني تلاتة الواحد خمسة سبعين لخمسة وعشرين اللهم أمين يا خلود جزاكم الله خيراً وأسأل الله عز وجل القبول اللهم أمين يا رب العالمين هذا وما كان من خطأ أو نسيان فميني ومن الشيطان أسأل الله أن ينفعنا من معلمنا ما الذي صعب؟ الوراثة يعنيه؟ هذا وعد إن شاء الله يعنيه؟ والله ستكون عندك أسهل شيء هي الوراثة فضل الله سبحانه وتعالى أولاً وآخراً وفضل إنك تركز معي بس ونشرح بأمر الله هنحاول بقدر الإمكان الحصة أن يكون فيها الوراثة يكون متاح فيها أن أدخل بالتليفون بتاعي وافتح الكاميرا ما يحدث من الآلم والورقة في حل مسائل الوراثة هذا ومكان الخطأ ونسيان فميني ومن الشيطان أسأل الله أن ينفعنا من معلمنا وأن يجع هذا موازين حسناتنا يوم لا ينفع منه ولا بنون الإدارة برضو هتكون يخلود إن شاء الله وترد عليكم أستوداكم الله الذي لا تضيع وداعه على أمل اللقاء القادم في الحصة القادمة بإمكانك العمر البقية سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر